إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله فالحمد لله الذي جمعنا بعد انقطاع لفترة قصيرة بسبب سفر إلى عمره نصأل الله أن يتقبل منا ومنكم وجاءتني أسئلة كثيرة عن رحلة العمره التي خرجت إليها فكان لابد أن أتكلم بكلمة قصيرة بين يدي إجابة الأسئلة عن هذه الرحلة لعلنا نغطي على أسئلة كثيرة من أسئلة الإخوة وإن كان بعض الأشياء سوف تكون في أمور دنيوية لكن لها صلة بخدمة الأمور الشرعية لها صلة بخدمة الأمور الشرعية وأولا إخواني في الله نبتدئ الكلام مباشرة من غير مقدمات فأكرمني الله عز وجل وجاءتني تأشيرة من معرض الرياض للكتاب وذلك أني بفضل الله عندي دار نشر وأحد المشاركين في معرض الرياض جعل اسمي معهم فجاءتني تأشيرة عن طريق دار النشر باختصار يعني لا أريد أن أفصل كثيرا وهذه التأشيرة تأشيرة حكومية لا رسوم لها لا ندفع شيئا لا رسوم لها لكنهم يشترطون المطعيم فقدمت المطعومين أو الجرعتين فرفضت لأنها مطعوم صيني سينوفورم وهم يريدون مطعوم غير الصيني مثل فيزر أو أن تأخذ جرعة ثالثة جرعة ثالثة فأخذت الجرعة الثالثة وأردت أن أسافر فقيل لي لا بد أن يمر أسبوعين على الجرعة حتى تسافر طب هكذا ينتهي المعرض التأشيرة جاءت في حوالي 28 تسعة أو 27 تسعة والمعرض ينتهي في عشرة عشرة وأخذت المطعوم أنا 28 تسعة فبالتالي لن أدرك المعرض ثم قال أحدهم ربما إذا لم تدرك المعرض تلغى التأشير أيضا فأصبحت بيننا ريم فاستشرت من يعمل بمكاتب السفر فقال بعد عشرة أيام سافر برا ولا تسافر جوا لأن التدقيق في البر أقل بكثير من التدقيق في الجو مع أن أوراقك رسمية لكن يبقى عدة أيام على المطعوم ففعلت هذا وأتيت بالأوراق اللازمة وسافرت بالبر سافرت بالبر فيشترط عليك واحد التأشيرة اثنين أن تكون قد أخذت المطعيم الثلاثة ثلاث أن تفحص فحص كورونا قبل السفر ففعلت هذه الأشياء وسافرت في البر وعندما وصلنا إلى الحدود الأردنية دخلنا وعندما دخلنا الحدود السعودية قاموا بالنظر في الأوراق والنظر في الشروط فوجدوها مطابقة وتساهلوا فيما يتعلق بالثلاثة أيام المتبقية فدخلنا والحمد لله الحدود السعودية إذن هذا هو سبب أني سافرت في البر ورجعت في الجو وكان هذا هذه الحافلة يصل إلى جدة فقلت له هل تقف على الميقات؟ قال لا ممنوع لا أقف على الميقات وإنما أنت إذا أردت أن تذهب إلى الميقات تذهب لوحدك وبركوبة ثانية فقلت إذن أنزل في المدينة ثم هناك أتابع المسير هذا مهم جدا إلك إذا ولكن سبحان الله انظر إلى تيسير الله وأنا في الحافلة جاءني سؤال طبعا الحافلة مجهزة بالواي فاي فبالتالي تستطيع أن تشبك نت فكنت أتابع الرسائل عبر الواتساب فجاءني سؤال من أخ في السعودية فقلت له يحتاج الأمر مني أن أجيبك لاحقا لأني الآن في سفر وسأذهب إلى العمرة وإن شاء الله بعدما أعود أجيبك فإذا به يقول يا شيخ طبعا أرافقك في الرحلة قلت كيف ترافقني وأنت في الرياض قال لا أنا في المدينة أنا في المدينة ولست في الرياض ومعي سيارة الخاصة ونتنقل وزوجتي وأولادي ذهبوا إلى عمان فتعالى عندي ووقت ما تريد نذهب إلى العمرة قلت لا إله إلا الله تيسير الله عز وجل من حيث لا أدري ففعلا عندما وصلنا إلى المدينة اتصلنا به من هاتف أحد الإخوة فجاء مسرعا جزاه الله خيرا ووصلنا مع صلاة الفجر وصلينا الفجر في المسجد القريب من بيته ثم بعد ذلك ذهبنا إلى بيته وبعدما ذهبنا إلى بيته طبعا قام جزاء الله خيرا بالضيافة وملحقاتها واحتجنا إلى النوم ولكن قال لي قبل أن تنام لا بد أن تطبق على جهازك ما يسمى بتطبيق توكلنا لأن هذا توكلنا التطبيق إذا نزل على جهازك تتنقل حيث ما شئت ولكن إذا لم ينزل حتى السوبر ماركت لا تستطيع أن تدخل أخوة ولا المطعم وتجديد تجديد والشروط الأساسية لتطبيق توكلنا المطاعيم فقلت الحمد لله أنا عندي المطاعيم قال إذن نجرب وعندي خط زوجتي أجعله في جهازك فجعل خط زوجته في جهازي ثم نزل تطبيق توكلنا فنزل فقال أبشر يا شيخ الآن أعطوك النتيجة أنك محصن طبعا نحن نقول محصن بإذن الله محصن فتستطيع أن تدخل حيث ما شئت حتى المسجد النبوي لا تستطيع أن تدخل إلا بتطبيق توكلنا ما في توكلنا ما في صلاة في المسجد النبوي فقمنا بتنزيل هذا التطبيق ثم قال أنزل الآن لك تطبيق اعتمرنا فلم ينزل طب نزل توكلنا قال اعتمرنا فأدخل الرقم الذي لزوجته فقيل له سبق استخدامه لا ينفع ماذا نفعل قال الآن تنام ثم بعد الاستيقاظ نرى وأنا من برمجة حياتي وهذا له إيجابيات الحمد لله أنني لا أنام فترة مستمرة طويلة أنا بنام ثلاثة أربع ساعات وبصحة حتى لو كنت منهك سعتين ثلاث وأستيقظ هكذا جسديا فنمت في السادسة تقريبا والنصف فاستيقظت عند التاسع والنصف مع سفر بر تعب فقط ثلاث ساعات فاستيقظت واتصلت به فقال يعني ما هو ماذا تريد تذب إلى المسجد الحرام النبوي قلت له لا أريد أن أزور رجلا كان يعمل في النشر وصاحب مكتبة شهير ولم أره منذ خمس سنين وهو في الجامعة الإسلامية مكتبته فقال أنا قريب أستطيع أن أذهب بك لكن لا أستطيع أن أمكث معك قلت له لا تحتاج إلا إذا لم نجده فيكون رجوع فذهبنا فأول ما وصلنا باب الجامعة الإسلامية تطبيق توكلنا ففتحنا له الجهاز تفضل يعني باختصار بدك تطلع عمره إذا مش متطاعم التطعمات لا تفكر تحلم تطلع عمره إلا أن يشاء الله هذا أول شيء مهم فدخلنا إلى الجامعة الإسلامية وبحثنا عن هذا الرجل فوجدنا العامل وعرفني حتى لو أنه لم يرني منذ خمس سنين العامل عرفني وعرفته فلكن لم نصل إلى هذا صاحب دار النشر فرجعنا فقلت له إذن نذب إلى المسجد النبوي فأول ما دخلت المسجد النبوي فإذا به رجل من الجيش ويحمل السلاح توكلنا تفضل تطبيق توكلنا بدك تصلي بد يكون معك إيه توكلنا ما في ما في وتفاجأت بعد ذلك بأيام أن بعض السعوديين يرفض التطعيم ولا يستطيع أن يدخل المسجد النبوي لك أنا ما بطعم خاف أنضر خاف يصير فيه إيش يفصار فيمنع من دخول المسجد النبوي ما في وقال أحدهم أنا جهازي قديم قالوا له أخرج المطعومين ورق يعني أنت جايب لي طيب أخرج المطعيم وهكذا فدخلت المسجد النبوي وصلينا الظهر طبعا بعد الصلاة قلت أذهب فأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقت متاح فذهب فإذا بشرطة آخرين عند مدخل القبر قال تصريح تصريح إيش يا عمنا هيتوكل قال غير توكلنا فيه تصريح تصريح لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قلت له يا أخي أنا قال أين إقامتك قلت هنا بش مقيم أنا زائر تأشيرتي تأشير الزيارة كم يوم لا أحتاج إلى قال لا ينفع لكن لك حل اذهب إلى مركز عناية وهناك يعطونك إسوارة لأنك زائر ويسمح لك بدخول زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له أين هذا مركز عناية قال خلف البقيع والدنيا حر بعد الظهر فذهبت إلى مركز عناية وعناية الله بي أني وصلت إلى ذاك المكان والعرق يتصبب مني أنا أشرب ماء كثير فبالتالي أعرق كثيرا فوصلت إلى عناية بفضل الله فإذا بأربع نسوة لا يوجد رجال قلت لا حق وتعلا بالله طيب هكذا أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لي تحتاج إلى إسوارة حتى تدخل لأن تأشيرتي زائر أنا لست بمقيم قالوا لي من أي بلد أنت أنا من الأردن قال لا إسوارة لك والنعم أسماء لك إيش لا إسوارة لك طب لماذا قال هذا فقط لأهل الخليج أردن ما في إسوارة تزور خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال نزل تطبيق اعتمرنا ما رضي ينزل قال لا تحتاج إلى خط رقم سعودي باسمك لا ينفع باسم زوجة صديقك الذي أخبر فطبعا خرجت وقال لي صديقي انتظر حتى أجري اتصالات تأتي بالرقم وكذا فوقفت في الشمس وأنا أتصبب عرقا وهو لسه بحثي عن أماكن لسه أروحجت منها خط تلفون وأنزل تطبيقه وكذا خدت أكسي وروحي طبعا أخدت أكسي ويه روحت فإذا به يتصل بي واتصلت بي وأنا عباب بيته قال عندي اقتراح يا شيخ قلت له أنا لا أنا عندي اقتراحة أكثر قال شو قلت له أنا في البيت طبعا أعطاني نسخة من مفتاح البيت جزا الله فدخلت فبعد ذلك مكثت وكان قد اقترب صلاة العصر هذا اللي بختصر لك إياه الأوقات القصيرة شو يعني وقت طويل اقترب موعد العصر وقال لي أنه سوف يأتي ويصلي معنا العصر ويرى ماذا نحتاج من أشياء فصلينا العصر بجانبه المسجد القريب منه فبعد الصلاة جاء أحدهم إلي قال الشيخ سفيان قال له هو الشيخ سفيان في الأردن هنا كمان ما تعرفني قال أنا من الأردن بس أنا من جنسية عربية غير أردني قال أنت لا تعرفني لكن أنا أعرفك وفلان 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 قال أنا أدرس هنا في الجامعة الإسلامية قال له أهلا وسهلا لك هل لك هل لك أن توصلني إلى علماء المدينة قال لا لا أستطيع تحتاج إلى مواعيد وحجوزات كما بدأ تصريح أقول شوه حجوزات وتطبيق قال له جزاك الله خيرا أنا سأسافر بعد العشاء أنا مكثت ليلة واحدة في المدينة فأسافر بعد العشاء فإذا كان هناك زيارة لأهل العلم فاتصل بأحد العلماء فاعتذر ثم اتصلت بأحد الأدباء ممن يعمل ومعه رسالة جاء دكتوراه في الأدب فقال أعلم الشيخ سفيان قلت له أريد زيارة علماء قال أستطيع أن أوصلك إلى علماء الأدب والنحو قلت خير على خير المهم علماء فقال الآن أرجع لك فاتصل بعد قليل وقال رتبت لك زيارة بأحد العلماء من الهند وهو مقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحيم فانية طبعا لكن بالهندي يقلب الاسم يصبح فانية عبد الرحيم وهو لا يكتب فاني يكتب ف حرف ف ف عبد الرحيم فإذا قرأت اسمه على كتاب يعرف أنه ف عبد الرحيم فزرناه في بيته وأهداني كتابا من كتبه ووقع وعندما رأيته ظرفت عيني تذكرت شيخي على الحلبي رحمة الله عليه حيث مات وعمره ستين سنة وهذا الرجل في السبعين وما زال ينفع الناس جزاء الله خيرا في علم النحو هو فقلت الحمد لله على قدر الله لكن هذا الذي دار في خلدي لا نعترض لكن تذكر كيف لا أتذكر ثم قال لي من تريد أن تزود قلت له أحمد الخراط الأستاذ أحمد الخراط أحد علماء النحو والضبط والمخطوطات واللغة فاتصل به فإذا بهاتفه مغلق قال من تريد قلت له طاه عثمان عثمان طاهة الذي ينسخ المصحف الشريف عثمان طاهة قال سنذهب إليه فاتصل اتصالات طبعا هو من أهل المدينة ويعرف الأماكن فزرنا عثمان طاهة في بيته وإذا برجل موليد الأربع وثلاثين الف وتسعمائة واربع وثلاثين يعني كام سبع وثمانين سنة فتذكرت شيخي على الحربي ثم قلت له يا أستاذ سمعنا أن بفضل الله عليك أن يدك لا ترعش قال انظر وقبض يده قال شو شيخ قلت والله خايف فكرتك تضربني بوكس فابتسم طبعا كانت مداعبة فابتسم وقال انظر قلت اللهم بارك اللهم بارك لا رعشة في يده وما زال ينفع الناس بخطه ويخط الكتب ويستطيع بإذن الله أن ينفع أكثر وأكثر وأعطوه الجامعات دكتوراه في الفنون الإسلامية من غير أن يتقدم لامتحانات من الذي سيمتحنه هو يعلم الناس الخط والفنون وهكذا فزورنا عثمان طه ثم زورنا آخر وهو أيضا أحد علماء النحو وهو عبد الرحمن بن عوف كوني من الأفارقة بجانب مالي فإذا به موليد الواحد وخمسين أي سبعين سنة فتذكرت أيضا رحمة الله على شيخنا على الحال وأنا أترحم على شيخي كلما رأيت أحدهم واتبادلنا الكلام وقال ممن سمعت منه الشيخ الألباني واستفدت منه مع أنه في جانب النحو ثم بعد ذلك ذهبنا وزورنا أبا دجانه وهو صاحب دار النشر الذي أريد أن أزوره في البداية ولم يتيسر فساقني إلى بيته وقبل أن زوره اتصل فقيل لي أنه مريب وأصبح لا يتذكر الناس فقلت له ربما نسيني أنا خمس سنوات لم أره فاتصل به وقال يا أبا دجان لم نعد نراك فقال لكن معي ضيف من الأردن يريد أن يكلمك فأمشكت الهات قلت السلام عليكم قال وعليكم السلام أهلا بالشيخ زفيان إيه هذا اللي فقد الذاكرة كرة ذكرته أحسن اللهم بارك اللهم بارك كيف فقد ذاك فإذا بها إشعات فزورناه فأتكلم عن الكتب وعن مجد الكتاب سابقا وذكر لي أنه باع أكثر من مئة ألف نسخة من فتح الباري هي معز الكتاب مئة ألف نسخة قال أما المعجب الكبير للطبراني فأحضرت وهو مطوع في العراق طبعا فأحضرت من العراق حمولة سيارة مطوع في عشرين مجلد يعني تصور أنت شاحنة كبيرة فقط لكتاب واحد ولم يبق ولا نسخة طبعا أقبل عليها طلبة العلم في ذاك الزمان ووزعت على الديار الإسلامية الأفارقة وغير الأفارقة وشرق آسيا انظر كيف كان الكتاب وكيف أصبح الآن قال فقه السنة لوحده من مصر كنت أحضر بالسيارة وهكذا ذكر مجد الكتاب وكانت صنعت الكتاب لمن وفقه الله باب ثراء ليس فقط باب احتساب باب ثراء ولكن دارت الأيام وأصبح للكتاب ما ترون وهو يذكر الآن ديونه ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الرجل لي معه لطيفة وهو لا يمانع أنشرها حيث اشتريت منه مرة في معرض القاهرة كنت في القاهرة فاشتريت منه كتب فبعدما اشتريت منه الكتب فإذا به يدعوني إلى العشاء فذهبنا إلى العشاء وعندما بدأنا نتناول العشاء ونحن في المطعم قال يا سفيان طبعا أبو دجان معه دكتوراه في التفسير وهو أكبر مني ما يزيد عن عشرين سنة فقال يا سفيان كم حرم عندك أي كم زوجة لك قلت واحدة وإن شاء الله نبحث عن الثانية وما شاء فضحك يعني عندك أكثر من زوجة قال نعم قلت له عندك اثنتين قال أكثر قلت أربعة قال أكثر قلت شو أكثر يعني تطلق وتتزوج قال نعم قلت له عشرة قال أكثر وهو ضخم طبعا أبو دجان كان رفيق الشيخ بن باز في الحج ينادي عليه بالذات لأنه يحمل الحديد فإذا غرزت السيارة في الرمال رفعها فصاحب بنيا قوية جسد اللهم بارك الحقي زمان طبعا سنو في السبعينات ف عندها قال يا قال أكثر من عشرة قلت له خمسين قال أكثر قلت له مئة قال قريب من مئة فقابلته السنة التالية في معرض الكامل ما أبو دجان قال مئة وخمسة فعندما لقيته هذه المرخ أبو دجان كم قال لا أعرف العدد كثير كثير فهذه رحلتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولقائي بهؤلاء الأربعة على عجلة ولا كناك بركة في الوقت كانت ثم أتينا بخط سعودي باسمي وأنزلنا تطبيق اعتمرنا ونزل بعد الساعة الثانية عشرة في الليل فأردنا أن نحجز فقال معك الساعة التاسعة إلى من السادسة إلى التاسعة أو من التاسع إلى الحاجة يعني فقط بينك وبين الحجز ست ساعات فبالتالي موضوع الحجز ليس صعبا وقيل لي أصعوبة فقط أيام الجمعة والسبت وباقي الأيام يسهل عليك ماذا أن أن تحجز وخرجنا طبعا في سيارة هذا الأخ قبل الفجر قمنا فاغتسلنا ولبسنا ملابس الإحرام وصلينا الفجر في مسجد قباء مسجد قباء صلينا الفجر هناك وطبعا صلينا ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت كعمرة فنسأل الله يتقبل وثم بعد ذلك ذهبنا إلى الميقات لنصلي ركعتين في وادي العقيق وندخل في النسك فإذا بالميقات فارغ 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 لا يوجد سيارة واحدة هذا بعد الفجر لا أعرف بعد ذلك جاء شيء أو فصلينا ركعتين ودخلنا بالنسك وكانت هذه العمرة خرجتها عن أبي فقلت لبيك اللهم بعمرة عن أبي لا رياء فيها ولا سمعة ثم تابعنا المسير بسيارة هذا الأخ وكنت بجانبه ونمت في الطريق ومع التلبية تعب حقيقة شديد كان سفر البر لنا سنتين لم نسافر بر تعب وبعد مئتي كيلو توقف وقال لا أستطيع المتابعة أحتاج إلى راحة فاستحيت من نفسي أنا نايم مرتاح وهو حضرته فقلت سأقود عنك مع أني لا أحب أن أقود سيارة غير كما يعرف الجميع لكن الظرف سوق سيارة مرتاح حتى لو مثابة تلميذ عندك فقلت السيارة ما يقارب بمئة وخمسين كيلو فقط طبعا مئة وخمسين كيلو في السعودية زي عشرين كيلو من عمان للبقعة يعني التعب من البقعة لعمان زي المئة وخمسين كيلو ثم استيقظ من نومه وقال ارتحت قلت تفضل لها دي الآن تابع أنت إيش المسير فنزلنا فجعلنا الاصطفاف في منطقة تدعى كدي كدي ومن هناك توجد حافلات وعن طريق الحافلات نزلنا إلى الحرم قلت ما حاجة للحافلات ناقل تاكسي قال لا حافلة تنزلنا هو اخترح قلنا لا بس والراكب بعشرين ريال رايح عشرة وراجع عشرة كان في السابق ريالين يا جماعة الآن إيش عشرة عشرة فذهبنا وعندما طبعا رأيت الكعبة كانت يعني اللهم اغفر لي العيون تذرف لا نستطيع مكثنا أكثر ما يقارب من سنتين منذب إلى العمرة وعندما بدأت بالطواف تذكرت كلمة لأبي كان يقولها لي عندما أسافر وأنا أعتمر عنه فكان يتصل بي ويقول يا سفيان بن قسيد لا تطولش علينا نحن لا تطين السفر وأنا أطوف وأتذكر هذه الكلمة ما تطولش علينا فكنت أدعو له ثم أتذكر والدتي وكأنها تخاطبني طبو أنا تعتمر عن أبوك وأنا فكنت أدعو لها يعني هذه عبارة عبارة عن حديث نفس أشياء تأتي في النفس ليس أكثر طبعا ثم تذكرت طبعا شيخنا علي الحنبي رحمة الله عليه ودعونا له وشيخنا الألباني ومشيخنا وعامة المسلمين وتلاميذنا وأحبانا وأولادنا وللعامة المسلمين ودعونا بما فتح الله علينا وطبعا هناك قبل أن تدخل إلى الطواف لابد أن تظهر تصريح العمرخ على الجهاز كل هاي الأشياء التصريح مفتاحها إيش بعد فضل الله المطعوم دعونا معك مطعوم بإذن الله كل هاي الأشياء سهلة ولا بتشعر فيها أبدا ثم أدينا طفنا وصلينا طبعا هناك الطواف لا يكاد يوجد أحد أنا أول مرة في حياتي أطوف بعدد قليل مثل هذا العدد فيش حد يذكر وبدأنا بالطواف ثم طبعا تابعنا أعمال العمرة من صلاة ركعتين وراء مقام إبراهيم وشرب الماء زمزم والرجوع إلى الركن اليماني إلى الحجر الأسود طبعا ممنوع المس ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الصفا والمروة وأدينا النسك ثم أردنا أن نتحلل فإذا لا نجد من يحلق شعرنا كله خرابة إلا في الأبراج فصعدنا الأبراج فوجدنا حلاقا واحدا ويوجد غيره لكن ما فيه ونحن لوحدنا ودخلنا أين المهتمرون أين قليل ثم رجعنا وأتينا بالسيارة لنسكن قلت أنا لا أسكن في كديا أعيد جدا لن أصل حرب إذا سكنتنا يا أخي تعال أنا يعني نسكن إن شاء الله فيه فنظرت إلى الفنادق التي بجنب الحرم فإذا بها خرابة كيف خرابة مغلقة والغبار يعتليها إلا التي على البلاط الحرم أو القريب جدا خمسين متر وهذا الخمسين متر فندق الماسة خطر في بالي مرة أن أسكن فيه خطر خطر بس فسألت إياه في ذاك الوقت كم أجرت الليلة الليلة قال ألف وخمسمائة ريال يعني ثلاثمائة دينار الليلة فدخلت عليه قلت هسألت أشوف شو الوقت كم الأجرة قال متين ريال ألف وخمسمائة لا متين قال متين ريال طلبي فيه مجلة المراعى قال لا ما في أنا زدت كثير أنا أنا حول ولا قوت لا هو طلع أربع نجوم فبالتالي بعد ذلك إخواني في الله مكثت هذه الليلة بعدما أكرمني الله عز وجل وزرت أخا هناك ثم أردت الصلاة التي جمعتنا الظهر والعصر سبب التعب العمرة فتصريح كباسة فإذا به يسمح لك صلاة المغرب وصلاة العشاء ذهبنا صلينا المغرب العشاء ضغطت الفجر الظهر العصر كله مسموح طبعا وجدت هناك على أبواب من يعني يترجى هؤلاء الشرطة أدخلوني أريد أن أصلي لأنه ليس عنده إيش مطعوم فأصبح تطبيق توكلنا لو أردت أن تدخل المطعم يريد توكلنا لو أردت أن تدخل المطار تطبيق توكلنا ثم حجز طبعا في الطائرة وقالوا لا تستطيع أن تسافر اليوم كنت أريد أن أعود في نفسي اليوم خلاص لوحدي طبعا الأخ روح الأخ ثاني ذاك فماذا أفعل قال لا تحتاج إلى فحص كورونا والفحص لا يظهر إلا غدا فتأخرنا يوما حتى يظهر نتيجة إيش الفحص ثم حجزنا الطيران ثم عدنا إلى الأردن هذه رحلة العمرة وقد كتب غير واحد من أهل العلم في الرحلات ورحلة الحج حتى الإمام الشنقيطي كتب رحلة الحج فإن شاء الله بهذه الكلمة لم نخرج عن منهج العلماء فنجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء والله الهادم والمفق وصلى الله وبارك على مهلا وفهمت بدا